وسأريكم دليل يا شباب بأن فراكين هو ابن دينيس وهذه فهي أمه وليست عمته يا شباب وعندي دليل بأن كارل جونسون لقد كانت دينيس حبيبة في جتائي سنة دراسنا السلام عليكم يا شباب معكم ياسين من قناة ياس بلايس اليوم جيتكم بفيديو جديد وحلقة جديدة من لابجة اي 5 أتمنى أن يكون يومكم بخير يا سيقاء أنا الحمد لله يوم بخير وعلى خير اليوم لقد جئتكم بسر رهيب جدا في لعبة جديدة اي 5 سي جي إنه اب فراكين نعم يا شباب صراحة هذا السير فهو مميز جدا ولقد اكتشفته الآن وسأقوم بإظهار جميع الأشياء التي اكتشفتها لكم وسأشاركها معكم ولا تنسوا إذا أجبكم الفيديو الخاص بليوم فقموا بدعمنا بالضغط على زر لايك دمروا زر لايك ننشر الفيديو مع ثقائكم لكي تصل هذه المعلومة لأكبر عدد من الأشخاص وهيالكي نبدأ أي شباب في هذا السر رهيب الذي سيجعلكم تتفاجأون كثيرا كما تفاجأت أنا اليوم وقبل أن ندخله في مجرية الفيديو يجب عليكم معرفة بعض من الأشياء الشيء الأول كم هو عمر سي جي في لعبة جيتائي سندرياس عندما كنا نلعب به في جيتائي سندرياس كان عمره 24 سنة الشيء الثاني الذي يجب عليكم معرفته هو أن عصابة سي جي لقد كانت تسيطر على المدينة من بين سنة 1985 حتى سنة 1987 وبعدها فإن السي جي لقد هاجر ولقد هرب من المدينة وعندما بدأت العصابة تفشل فإن السي جي لقد عاد في سنة 1991 وستتذكرون في بداية لعبة جيتائي سندرياس فستلاحظون بأن السي جي لقد جاء في تلك السنة وعاد للمدينة لكي تقوم مرة أخرى بالسيطرة على المدينة ولكي تعيد المجد إلى العصابة في الجروف ستريت هذه المعلومات يجب عليكم أن تعرفوها وكذلك هناك معلومات سرية مميزة جدا سأقوم بنشرها معكم وهي خاصة بلعبة جيتائي فايف وكذلك بجيتائي سندرياس وإذا قمنا بربط هذه المعلومات بعضها ببعض فستلاحظون بأنه من الممكن أن كارل جونسون هو أب فراكلين كلينتون في لعبة جيتائي فايف وستقولون لي يا سين لا أنت تكذب الكونية الخاصة بالسي جي فهو فهي جونسون يعني اسمه كارل وكونيته جونسون لكن عكس فراكلين فراكلين فكونيته كلينتون مثل عمتي دينيس فإن كونيتها كلينتون يا شباب وأعتقد بأنكم ستتفاجأون وستقولون لي لماذا لم يقوم فراكلين بأخذ كونية أبيه لأن في لعبة جيتائي فايف فنح لازلنا لا نعرف من هو الأب الحقيقي لفراكلين وكذلك لازلنا لم نعرف من هي الأم الحقيقية لفراكلين أم فراكلين فإننا لم نستطع رؤيتها إذا ذهبنا الآن للمنزل القديم الخاص بفراكلين سأتنقله بسرعة بواسطة لموضات لقد تنقلت لها يا أسقاء بوسطة لموضات ستلاحظون بأن في الصور الموجودة عندنا هنا في المنزل عندنا فقط صور عمة فراكلين إذا جئنا إلى هنا هللاحظتم صورة عمة فراكلين هنا يا شباب ستلاحظون بأنها عندنا صورة أم عمة فراكلين مع جده يا شباب وإذا بحثتم في المنزل كثيرا ستلاحظون هنا عندنا صورة فراكلين وعندنا صورة جده وجدته كذلك وهنا عندنا صورة عم فرانكلين وعندنا صورة بعض من النساء تلك النساء فانهن صديقات عما فرانكلين واذا بحثتمونا ستجدون بعض من الصور اعتقد بان هذا الشخص لقد كان هو صديق عم فرانكلين ذلك الشخص لا اعرف وصراحة اعتقد هو جد فرانكلين كذلك او من الممكن ان اهن عمه هنا صديقات دينيس لكن لا نستطيع ايجاد صورة اخت دينيس في لعبة ج تفايف لانها قامت باخفائها وانا اعتقد بان دينيس كلينتون فهي يا شباب ام فرانكلين لكنها كذبت عليه وقالت له بان امك لقد ماتت لماذا لكي لا يسألها فرانكلين ولكي لا يقول لها اين هو ابي تخيلوا معي اذا قالت دينيس لفرانكلين بانك ابني اكيد سيسألها فرانكلين وسيقول لها اين هو ابي الى اخره وهي صراحة فانها لا تريد اجابتها لذلك لقد كذبت عليه وقالت له بانك ابن اختي وسأريكم دليل يا شباب بان فرانكلين هو ابن دينيس. وهذه فهي امه. وليست عمته هي شبه. وعندي دليل بان كارل جونسون لقد كانت دينيس حبيبته في سان اندرياس. نعم يا ثقة. والمعلومات التي سأشاركها معكم ستذهب عقلكم. تذكروا معي وجه دينيس جيدا. ها هي دينيس. ها هو وجهها. تذكروا معي جيدا. لانها كانت موجودة في سان اندرياس. واذا تذكرتم الكلمات التي تقولها دينيس في بعض الاحيان. اثناء قيامكم بالمهام الخاصة بجتائي. فهي تتكلم كثيرا عن وعن كيف انها كانت مع العصابات الى اخره. والمعلومة الاخرى التي اريد ان اقولها لكم. لاحظوا معي عمت فراكلين. هي كبيرة في السن. من الممكن ان سنها تقريبا خمسون سنة. لذلك فانا اعتقد في سنة الف وتسعمائة وخمسة وتمانون فانا سن دينيس كان تقريبا بين الاثنان وعشرون سنة ثلاثة وعشرون سنة الى اخره. واذا اتفقتم معي في هذه الامور هيا لكي اريكم يا شباب عمد دينيس في جتائي سان اندرياس. واعدت لكم يا شباب ستلاحظون بانني لقد دخلت الان لهذا الموقع. وفي هذا الموقع عندنا موضوع عنوانه اس سي جي فرانكلينز داد. هل كارل جونسون هو اب فرانكلين. هنا هذا الفيديو اذا كنتم تريدون مشاهدته فانصحكم بمشاهدته في العديد والعديد من المعلومات التي تبين بان السي جي هو اب فرانكلين. ولقد قام بصناعة هذه الصورة صراحة مميزة جدا. المهم باختصار لن اقوم بقراءة هذه الاشياء امامكم هنا. لكن باختصار هذه الانسة الموجودة في هذه الصورة وهي شخصية موجودة في جتائي سان اندرياس. فهي شباب عمد فرانكلين. اسمها في جتائي سان اندرياس دينيس روبينسون. كونيتها روبينسون. لكن في جتائي اسمها دينيس كلينتون. كونيتها كلينتن. لذلك فان فراكلين لم يأخذ كونية ابيه بل اخذ كونية عمته. لذلك فان فراكلين اسمه فراكلين كلينتن. الشيء الاخري اصيغا اذا قمتم بمقارنة هذه الصورة من جدا ايسان اندرياس مع هذا الغرافيك الضعيف وقمتم بمقارنتها مع دينيس في هذا الغرافيك المميز فستلاحظون بان هناك شبه بين دينيس روبينسون وكذلك بين دينيس كلينتن. دينيس كلينتن في هذه السنوات لقد اصبحت بدينة قليلا. وهنا عندما كانت صغيرة فانها كانت راشقة لانها كانت تعيش مع العصابات. واذا جيتم الى هنا فستلاحظون بان دينيس فيرس انكاونترز سي جي ديرين دمشن بورنين ديزاير. واذا كنتم تتذكرون في تلك المهمة لقد قمنا بانقادها ولقد اصبحت حبيبة سي جي حبيبة كارل جونسون في لعبة جدا ايسان اندرياس وها هي شباب صورتها من جدا ايسان اندرياس. وهنا فان السي جي والذي يقوم بسياقة هذه السيارة. واذا حاولت المرور في الصور. هنا عندنا لامار مع مع عامة فراكلين التي هي دينيس روبينسن. واذا قمت بتمرير الصور. هنا لقد قام هذا الشخص باخذ الصورة القديمة من جي تا ايسان اندرياس ووضعها فوق وجه دينيس كلينتن عامة فراكلين. وستلاحظون بان وجهها في جي تا ايسان اندرياس عندما وضعناها ببرنامج الفوتوشوب فوق وجهها في جي تا ايو فايف. فلقد توازى مع وجهها بشكل رهيب جدا. لذلك فنحن نعتقد بان دينيس روبينسون هي نفسها دينيس كلينتن. واذا جيتم الى هذه المنطقة فستلاحظون بان هنا قامت دينيس كلينتن برمي هذه التويت. ولقد قالت فيها عندي شخص مالي المنزل لكي اقوم بشرب القهوة معه. وهدف انه ينطبق على جي تا ايسان اندرياس عندما تذهبون يا شباب وتقومون بالالتقاء مع حبيبتكم دينيس روبينسون. وفي تلك السنوات القديمة وانا اعتقد في جي تا ايسان بخداعنا لقد غيرت اسمه لفرانكلين كلينتن على اسم عمته دينيس كلينتن وعمة فرانكلين فهي ليست عمته بل هي امه يا اصيقاء هذا صراحة ما اعتقدوا في هذا السر رهيب. ماذا استوقعون انتم يا شباب وهناك كدلك سر اخر ساقوم باضهاره لكم الان انتظروا يجبوا علي الذهاب لمنزل فرانكلين. لكي استطيع اظهار السر لكم. لان السر فهو موجود في سيارة فرانكلين. وها قد وصلت للمنزل. لاحظوا معي يا شباب اذا جئنا هنا لسيارات فرانكلين. في وراء السيارة ستلاحظون بانها عندنا ساندرياس الف وتسعمائة وتمانية وتمانون. ماذا تعني اف سي? اف هو الحرف الاول من اسم فرانكلين. والسي فهو الحرف التاني من اسم كلينتن. الف وتسعمائة وتمانية وتمانون فهي السنة التي ولد فيها فرانكلين. واذا تذكرتم معي ما ذكرتم لكم في الاول بين سنة الف وتسعمائة وخمسة وتمانون والف وتسعمائة وسبعة وتمانون لقد كانت العصابات الخاصة بكارل جونسون عصابات كانت مسيطرة على مدينة سان اندرياس وهي هذه المدينة الذي نلعب فيها نحن الان لذلك فانا اعتقد في تلك المدة لقد قام كارل جونسون بممارسة الحب مع دينيس روبينسون وبعد ما حملت لقد غيرت اسمها لكي لا يعرف الناس بان فرانكلين جونسون هو ابن كارل جونسون ماذا سواء قلوني يا ثقاء هل تعتقدون بان فعلا فراكلين هو ابن كارل جونسون الشخصية الرسمية الموجودة في جتائي سان اندرياس صراحة هذا ما اعتقدون قل في الردود ماذا ساعتقدون وعلى هذا ساقوم بتودعيكم شكرا لكم على الضمرا يبدأ اجبكم الفيديو الخاص باليوم وحلقتي فلا تنسوكم بتعمينا بالضغط على زر لايك وانصلوا الفيديو مع سيقائكم استودعكم الله الذي لا صدق ودعه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة